أول شيء بالنسبة للنظرة المجتمعية الآن لا كلها الرشاقة اللي هو سلم كلها يعني يمكن نادر جداً اللي في عالمياً لا في أوروبا ولا في أمريكا ولا شيء سلم سلم أفريقا ترى مختلفة أفريقيا نعم لكن أوروبا وأمريكا وهذه لا يعني العالم المتحضر لا خلاص توجه للرشاقة رشاقة إنما في العرف الطبي هو أن يكون عندك وزن مثالي وتناسق جيد ثنتية مع بعض تناسق ووزن طبعا الصحة عامل داخلي الصحة سمح الله الأمراض هذه ما تقدر تتحكم فيها لكن إن يكون عندك إيش معنى وزن مثالي طيب أنا كيف أعرف وزن مثالي نحن زي ما قلنا سهل أني أسوي هالرقم اللي يشيل من مية ولكن إذا نزل تحته عشرة أو خمسة عشر أنت ممتاز أنت في الوضع الطبيعي لأن عندنا خلينا نقول رينج أو مدى المدى هذا من ثمنت عشر وشوية وتسعة من عشرة إلى أربعة وعشرين وتسعة من عشرة يعني خمسة وعشرين كتلة جسم طبعا كتلة جسم حسابها شوية معقدة يعني كتلة جسم الناس اللي يبغون يفهمون تماما يحسبونها الحين يسمعونها هقول له وزنك اكسموا على طولك بس طولك خلي بالمتر المربع يعني مثلا إذا طولك مية وستين حطوا واحد فاصلة ستة وضربها في نفسها وحطوا الرقم تحت واكسم عليه الوزن يطلع لك رقم هذا كتلة جسمك نعيدها مرة ثانية وزنك اكسموا على طولك مربع كيف تحسب طولك مربع واحد وستة من عشرة يعني طول حوله إلى متر واحد وستة من عشرة في نفسه هيطلع لك رقم مش في ثنين في نفسه طلع لك رقم خلينا نقول ثلاثة اكسم مثلا تسعين على ثلاثة هذه كتلة جسمك طيب إلى ثمنتعشر تحت ثمنتعشر أنت عندك نحالة شديدة نحالة شديدة نحالة فهذا ما مطلوب هذا ما مو جيد أنا تسيء فأي شيء فوقهم أحسن شيء إنك في العشرينات 23 20 21 19 إنت إبداع 19 20 إبداع يمكن نزل تحت 19 إلا عندك مشكلة بدأت وهذه يجونا ناس عندهم مشكلة في الأمعاء ولا عندهم مشكلة في الامتصاص ولا عندهم فقر دام ولا هذا دعونا نأخذ مثال عطنا طول ووزن الآن من طيب دعونا نقول لو عندي واحد طوله دعونا نقول دعونا نقول 60 طيب وزنه 60 وطوله 2 دعونا نقول طيب 2 في 2 4 60 تقسيم 4 كم 60 تقسيم 4 20 أو لا أو ترمال جيد دعونا نقول حدود 15 طيب 15 في 4 عندك 40 و15 طيب 15 سيء عندك نحالة شديدة تعلمت كيف نعم هو طول وزنه 60 وطوله مترين يعني نحاله طيب واحد عنده 100 وزنه وطوله مترين طيب 100 تقسيم 4 25 فإنت إيش طلع لك هذا 25 يعني أنت في حافة على موشك تغادر الوزن الطبيعي فإذن إذا أنت شوف هذا أقل من الوزن الطبيعي 15 وهذا صار على حافة الطبيعي أفضل مثالك أنه أبو مياه هذا يصير لك 80 مثلا أو 60 80 يعني بحدود 80 وأبو 60 يصير مثلا 80 برضو لو صار هذا صار 80 80 يطلع لك 22 كتلة جسمه فبالتالي هل أشخاص إحنا نقول الرشاقة هو وزن مثالي في هذا الرينج وسهل زي ما قلنا خذ مياه من طولك هذا وزنك المثالي بس إذا نزل تحته طلعت فوقه لا معاد مثالي طلعت فوقه معاد مثالي طلعت فوقه المثالي وإذا نزل نزلت تحته لمحد 10 15 أنت كويس أنت ممتاز بس ما تنزل لعشرين تحته لو زلت عشرين لا أنت نزل تحت الوزن الطبيعي هنا المثال ثم رشاقة جسمك ورشاقة شكلك لا علاقة بالجينات وتركيبة الجسم سبحان الله تجد ناس يعني ما شاء الله يعني رشاقتهم بديئة حتى لو زاد وزنهم ما زال تناسق الجسم موجود وفي ناس فكل واحد يتناسق لأن حتى تركيبة البطن الخسر سبحان الله الظلوع الورق كيف هو الأوراق الممتدة أو الممتدة فهذه الأشياء التي تجعل شكله راضي عنه الناس وهو راضي عنه تناسق جسمك مع وزنك